اشتركوا في القناة تصعيد سيدتي الانتخابات كما قبلها كما بعدها لم تغير شيئا من معطيات بشار أسد قال للمجتمع الدولي الذي آمن بعملية أصلا كانت فاشلة في جينيف جاءت على حساب الثورة وأداف الثورة ومع ذلك رفضها النظام يقول لهم أنه يضرب بذلك عبدالحائط وأنه أريد أن نوضح ناحية سيدة الكريمة عادة في العملية الانتخابية تأتي في إطار كمخرج السياسي في إطار دول دول ديمقراطية تعيش ديمقراطية أما عندما تكون هناك ثورة أو حتى عملية إصلاحية أو حرب أهلية وشو ما بدك سمية بالأخير العملية الانتخابية تكون في المرحلة الأخيرة بعد أن تنهي كل مستلزمات الثورة أو الحل السياسي أو الحل العسكري أو ما إلى ذلك وتضعي دستور جديد عند ذلك يأتي دور الانتخابات وبالتالي لا قيمة لها لا لدى الشعب السوري كما يقول السيد من دمشق نحن نعلم أنه في أقلية من الشعب السوري تقف مع النظام وتساند النظام هذا واقع لأسباب طائفية ولأسباب عديدة وهناك غالبية تقف في وجه هذا النظام وبالتالي ولن يتغير شيء ولن تحل المشكلة من خلال هكذا سيد تلو قلت أن هذه الانتخابات لا قيمة لها ولكن نحن جميعنا نعرف أنه بعد ثلاث سنوات من الحركة الاحتجاجية في سوريا كثيرون يعتبرون أن المعارضة حتى فشلت في كسب تأييد شعبي قوي داخل سوريا ما أحل نظام الآن للقيام بانتخابات على الأرض ضمن هذا الوضع السياسي الحالي ما هي فرص المعارضة وكيف ستتعامل مع هذا الوضع في المستقبل؟ سيدتي عدت وقستي بمقياس دولة ديمقراطية عم يأخذوا الناس على الحواجز وعم يدقوا على بواب الناس ويسحبوهم من داخل بيوتهم هذا ما عد فيه شيء اسمه انتخابات ما عد فيه مقياس لا تدري تأيسي عليه لكن ماذا ستفعلون كمعارضة؟ هذا هو سؤال سيدتي إن كنت تتكلم عن المعارضة السياسية ومثلة بالاتلاف فهي خارج الصورة وخارج الفعل منذ زمن طويل وانت تتكلمين عن الناس الذين يقاتلون على الأرض أو يثرون على الأرض بشتى الطرق فهؤلاء مستمرون في ثورات بغض نظر عن ما يجري الأزمة السورية في ظل تخاذو المجتمع الدولي تخاذو الحقيقي في وجه الثورة وتغاضع ما يفعله النظام متجهة إلى صراع طويل سيمتد إلى سنوات وسينتشر الحريق في كل المنطقة ليس فقط في سوريا هذا في لبنان وفي العراق تحديدا وسينتد لاحقا إلى دول خليج هناك اتفاقية أمريكية إيرانية تطبخ منذ سنوات في المنطقة هذه الاتفاقية ستمس حتى دول خليج الحليفة لأمريكا والأردن بالإضافة إلى لبنان والعراق الذي أعتقد أنهم سيتأثرون بشكل كبير وقريبا جدا من هذه الأزمة نحن متجهون إلى صراع طويل في ظل تخاذو المجتمع الدولي طبيعة الصراع لم تعد تقبل تسويات عادية ربما الحسم هو هذا صراع الطويل وأيضا قلت أن هناك تصعيد سوف يستمر سوف يؤثر ليس على الداخل بل أيضا إقليميا وربما دوليا لكن دائما يعني السؤال الذي يطرح هو كيف ستقوم المعارضة الداخل نحن نتحدث الآن عن مواجهة نظام كالنظام السوري لديه دعم من إيران دعم من روسيا وأيضا دعم من عدة دول أخرى يعني ما المعطيات التي لدى المعارضة على الأرض لكي تواجه نظام بهذا الحجم يا ستي أول ما طلعت المظاهرات كنت أنا أول سنة في سوريا كانوا يقولوا ما لنا غيرك يا الله الحقيقة نحن من ثلاث سنوات ليس لنا إلا الله لا تحدث عن العتاد والأسلحة منذ ثلاث سنوات يقاتلون بعتاد محدود وبذخيرة محدودة وعمل يدبروا حالهم بالأخير نعم أنا أدرك أنا قلت أنا الصراع صراع طويل ولكن 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 في النهاية ربما يعني لن يحسن بعد ست شهر ولا سينة ولا سنتين ولكن يعني لن يستطيع نظام ينتصر شكرا لك السياسي سوري المعارض فوز تلو على وجودك معنا في الستوديو وأيضا على هذا التوضيح شكرا لك